موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فيلم The Guilty فيلم The Guilty هو فيلم دنماركي من انتاج سنة 2018 كان الاختيار الرسمي للدنمارك للمنافسة في مسبقة الأوسكار ووصل بالفعل للأيمة القصيرة ولكنه في النهاية ما توفقش وما حصلش على ترشيح طيب انا ليه بعمل مراجعة للفيلم ده دلوقتي هي الحقيقة مش مراجعة قوي هي شوية مراجعة شوية ترشيح لحضراتكم للمشاهدة شوية تفاعل مع خبر مهم وشوية تعليق على الخبر ده لان الخبر ده بالتحديد بيمثل ظاهرة بتكتاح السينما العالمية وخلوني في البداية اعرفكم بالفيلم فيلم The Guilty بيحكي قصة ساعات قليلة في حياة أسجر هول أسجر ضابط بوليس موقوف بحكم تحقيق بيخضع له بسبب مخالف ارتكبها أثناء الخدمة وأثناء الإقاف ده لازم يشتغل كموظف استقبال لمكالمات النجدة وده طبعا عقاب ممل جدا لان الوظيفة دي نادرا ما بيحصل فيها أي حاجة مهمة لحد ما في يوم بيستقبل مكالمة من امرأة بتستغيث من محاولة اختطاف أسجر مطلوب منه إنه يلتزم بدوره ويسيب السلطات هي اللي تتعامل مع البلاخ ولكن اللي بيحصل هو إن الظابط اللي جواه بيغلبه وبيرفض إنه يقعد من غير ما يعمل حاجة وبيتدخل بشكل نشط في التحقيق ساعات تقيلة بتعدي وبطلنا بيحاول على عدد كبير من الجبهات مسلحا بولا حاجة غير التليفون اللي تحت إيده محاولا إنه ينقذ ضحية اختطاف ومتناسيا تماما إن مش كل حاجة حقيقتها هي كما تبدو فيا ترى إيه اللي حيحصل The Guilty هو فيلم فكرة طغية أو High Concept سواء على مستوى الحبكة أو على مستوى فلسفة التنفيذ الحبكة بمنطقة البساطة هي موظف استقبال نجدة بيحاول يمنع جريمة وهو معهوش أي حاجة إلا ذكاؤه وعد التليفون أما فلسفة التنفيذ فهي إن أحداث الفيلم بالكامل بتدور داخل مركز النجدة إحنا ما بنشوفش الجريمة وما بنشوفش الأفراد المتداخلين فيها هو الحقيقة إحنا نادرا ما بنشوف أي حد غير أسجر إحنا بس بنسمع أصوات في التليفون وهنا بالتحديد يكمن كل السحر أنا عمري في حياتي ما استغليت هذا القدر من خيالي أثناء مشاهدة أي فيلم تاني قبل كده عقلي رسم أماكن وطرق وناس وعواطف وعواطف دي مش واحدة في الفيلم عواطف اللي هي الإيموشنز يعني عادي كل ما كنت بسمع حاجة من سماعة التليفون بتاعة أسجر كنت فجأة بلاقي نفسي شايفها أسمع صوت مطور ولاقي نفسي شايف العربية أسمع صوت باب بيتقفل وفجأة ألاقي نفسي شايف البيت أسمع صوت حد وفجأة ألاقي نفسي متخيل ملامحه وبعد كل معلومة جديدة بنعرفها بمجرد لما كنت بسمع نفس الصوت كنت بتخيل حاجة تانية خالص عاوز أقول لكم إن الفيلم ده مليان ألعاب عقل ومليان خداع أولا عشان هو فعلا مليان الحاجات دي وثانيا عشان حقيقي عاوزكم تتفرجوا عليه بس القيمة الحقيقية هي اكتشاف وتعلم أهمية الصوت في أي فيلم وأنا ما أعنيش بكده إن هو ده كل اللي موجود في الفيلم الفيلم ده كمان درس مهم جدا في إدارة الإيقاع وفي التصوير وإزاي من خلاله تقدر تحقق حاجات كتيرة جدا رغم إنك بتصور في مكان واحد وما بتنقلش غير تعبيرات بني آدم واحد وفي المونتاج وإزاي يقدر يحرق أعصابك ويكتب على جنانك ودروس بالهبل ومتعة ما بعدها متعة أثناء متابعة الأداء التمثيلي بتاع ياكوب سيدرجرن الممثل السويدي اللي قايم ببطولة الفيلم وإزاي قدر يخلينا في كل لحظة متفعلين مع المشكلة اللي تحت إدينا وفي نفس الوقت بيقدم دراسة لشخصيته ومعاناته وتاريخه وطبعا بعد إظهار التقدير لكل العناصر دي فعدم إبداء الاحترام للإخراج بتاع الفيلم يعتبر شكل من أشكال الحماقة خصوصا وإن مخرج الفيلم جوستاف مولر مشارك كذلك في كتابة السيناريو طيب إيه هي بقى الأخبار اللي بتخلي الفيلم ده مهم دلوقتي الخبر هو إن أمريكا قررت تفعص في الفيلم وتفعص ده لفظ مؤدب للأنا حقيقي عاوز أقوله بإعادة تقديمه في فيلم جديد من بطولة جيك جيلنهال ومشاركة من إيثان هوك وبول دانو بيتر سكارسجارد ورايلي كيو في أدوار مسندة مع أونتوان في كوة في مقعد المخرج الفيلم حيتم إصداره بمعرفة نتفلكس والأخبار اللي قارتها بتقول إنه حيتبع نفس الفلسفة في السرد والتنفيذ وتعقيب الشخصي هو إن دي فكرة سيئة بالكامل هو عشان أكون منصف فيه بس حاجة واحدة عدلة في الخبر ده وهو إنه خلاني أروح أشوف الفيلم الأصلي ودي طبعا غلطتي أصلا عشان أنا مش متابع جيد لحركة الأفلام العالمية خارج هوليوود بس على كل حال متشكرين دلوقتي بقى المشكلة هي إني شفت الفيلم وحبيته ومش قادر أتخيل إن فيه أي حد في الدنيا ممكن يعمل أفضل من اللي تعمل هو طبعا مش عمل متكامل يعني بس هو ده اللي انتو نويين تعملوه يعني؟ نويين تسدوا الفجوات وتخلوه عمل متكامل؟ لأنه هو ده السؤال المهم في رأيي ليه حتعيدوا تقديم الفيلم؟ ليه تعملوا نسخة تانية من فيلم كان في الأساس رائع؟ لأنه هو فيلم حلو جدا وما كانش مشهور بالقدر الكافي؟ طب ما ده دور شركة زي نتفليكس؟ اعرضوه في مناطق العالم المختلفة بالتسويق اللائق وخلوه يحصل على الاهتمام اللي هو يستحقه؟ هو إحنا حقيقي مزهقناش من إعادة الأفلام؟ خلوني واضح إني من الأساس ما بحبش فكرة إعادة الأفلام ولكني لا أمانع على الإطلاق إني أشوف فيلم في مستوى The Departed أو A Star's Born كل كم سنة فهل إحنا حاليا دوبنا عتب الأفلام الأصلية لدرجة إن إحنا رايحين نعيد فيلم لسه معروض من سنتين؟ لأن الحقيقة هو ده كل اللي بنعمله دلوقتي يا إعادات يا سيكولز يا بريكولز يا عوالم سينمائية وده من غير مبلغة لأن خدوا بالكم في إعادات كتير جاية في الطريق يكفي إن توم هانكس على سبيل المثال ناوي يعيد تقديم فيلم أمان كولد أوفر الفيلم السويدي اللي بالفعل نجح في إنه يحصل على ترشيح للأوسكر سنة 2017 أنا في رأيي إن الأفضل من إعادة أفلام الناس هو محاولة اكتشاف الهمهم ده جيم نين لأن جوستاف مولر جاب فكرة فيلمه من الحياة الحقيقية واللي السينما في أقصى دردات الانفصال عنها في الوقت الحالي ولو اكتشفنا إن لسبب ما حقيقي مفيش مهرب من إننا نعمل الفيلم ده هل أنتوان في كوه هو أنسب واحد يعمله؟ الراجل اللي لسه عايد ده مجنيفسن سيفن وكره الناس في كل النسخ اللي سبايته كمان الراجل ده ما عملش غير فيلم واحد حلو وتاريخه كله مبني على الواقع الغير مبرر لأن دينزل واشنطن بيحبه وبيطق فيه هل هم معتمدين على إن الأسماء بتاعة فريق التمثيل حتبيع الفيلم ده؟ طب خد عندك التقيلة بقى الناس دي مش هتظهر على الشاشة ومش هيتقابله في الفيلم ده هيبقى استعراض جيك جيلنهال من أول لحظة لآخر لحظة والممثلين اللي معاه دول كلهم حيظهروا بصوتهم بس وما تفهمونيش غلط الأداء الصوتي المساند في الفيلم ده تحدي صعب جدا وفريق التكسيد الصوتي في الفيلم الأصلي من أروع ما يمكن الطريقة الوحيدة لإظهار الناس دي على الشاشة هي تغيير مدرسة السرد والتمرد على فلسفة التنفيذ في المكان الواحد ولو ده تعمل الفيلم كله حيفقد سحره وحيبقى مجرد حاجة كده من أمتوان في كوه زي أغلب أفلامه وأنا متوقع أنه هو ده اللي حيحصل نرجع تاني لموضوعنا The Guilty فيلم رائع وأنصح حضراتكم بمشاهدته في أسرع فرصة وطبعا حنتفرج على الإعادة وطبعا حنقارن وأنا شخصيا ححاول أكون منصف لأقصى درجة بس لازم موقفي يكون واضح من دلوقتي بطلوا تعيدوا صناعة أفلام كانت رائعة في الأساس تقييمي لفيلم The Guilty هو 8.5 من 10 مشكلتي الوحيدة معاه هي بعض التساؤلات عن توقيت الكشف عن بعض المعلومات منقشة الحلقة هي الحلقة كلها على بعضها منقشة أصلا وأنا يهمني جدا أعرف رأيكم في موضوع أعادة الأفلام ده وإمتى ممكن تكون فكرة كويسة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بودجو وبي باي